اشتركوا في القناة نكبر الحجم شوية مثلا نكتب اكس واكتب هنا رقم اثنين اريد هاي الثنين تكون قيمة اوس اش اسوي لها اجي احدد الاثنين واروح على هذه الاكس تربيع البرنامج رح يرفع ليها على شكل اوس مثل ما تلاحظون انه صارت عدي هنا اكس تربيع استفاد من هذا الخيار في عمل المعادلات او في بعض الاحيان طبعا في الكتب الدينية او الكتب بشكل عام اكفت شي اسمه الهوامش الفونت نوت بالانجليزي وان شاء الله رح نوصل لها ونشرحها بالتفصيل الممل الهوامش انا مثلا عندي فهذه عبارة خلني نقول مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين موجودة مثلا بسورة الحمد اريد اخلي لها مصدر فش يسوون اهل الباحثين او يعني اهل العلم طلاب العلم يخلون رقم واحد بينقوسيا ولكن يكون هذا الرقم الواحد اللي بينقوسيا يكون على شكل اس شلون اجي احدد الواحد اللي بينقوسيا واروح على الاكستر بيع هذا اللي هو الاكستر بيع صار عندي الواحد على شكل اس واقدر اكتب اكمل الجملة وطبعا يشيرون الى هذا الواحد ايضا برقم واحد بينقوسيا ممكن انا رح اخلي بس هذا القوس واكتب مثلا الحمد اثنين او الحمد الثلاثة او اي سورة معينة اي مصدر انا اقدر اكتبه هذه الفائدة الثانية للاكستر بيع بعد عدنا الخيار اللي هو الاكستر بيع اللي قيمة السفلة طبعا يقوم بعمل قيمة سفلية ادنى من النص الاساسي مثلا اقول اكستر بيع ولكن الاكستر بيع رح اخلي التربيع بكار ما تكون بالاعلى تكون بالاسفل اخاف احتاجها في يوم ما زيان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة